السلام عليكم ورحمة الله يارب تكونوا دايما بخير بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة تفعيل وضع مطور في هاتف سامسونج جالكسي M11 موديل M115F اصدار الاندرويد 10 اعدادات خيارات المطور بمجرد تفعيلها تقدر تتمتع باختيارات اضافية من الممكن انها تساعدك على استخدام جهازك بشكل افضل واحتمال كبير هتلاقي اختيارات هتسهل عليك استخدام الجهاز زي مثلا ابقاء شاشة الجهاز تعمل بشكل دائم او تشغيل بيانات الهاتف بشكل دائم الغاء كفل الشركة المصنعة وتصحيح خيارات الUSB وغيرها كتير من الاعدادات اللي ممكن تخصصها على حسب استخدامك للجهاز في البداية بندخل على الضبط بتنزل تحت خالص وبتدخل على حول الهاتف بتدخل على معلومات البرنامج بتضغط على رقم الاصدار اكتر من مرة هتلاحظ ظهور اشعار اسفل منتصف الشاشة تم تفعيل وضع المطور كده احنا فعلنا وضع المطور بنجاح ارجع خطوتين للخلف للصفحة الرئاسية للاعدادات مرة تانية انزل تحت شوية وهتلاحظ ظهور اختيار خيارات المطور بتدخل على خيارات المطور في وضع المطور تقدر تشتغل على اعدادات ممكن تفيدك ولكن استخدمها بحذر لان بعض الاعدادات المعينة ممكن تعمل لك خلل في السوفت وير او على الاقل تخلي اداء للجهاز مش طبيعي لالغاء وضع المطور كل اللي عليك هتلغي تفعيل اول اختيار فوق خالص بجوار كلمة خيارات المطور يارب الفيديو يكون عجبكم وكون قدر تقدم حاجة مفيدة اتمنى لكم دوامة صحة والعافية اتمنى لكم